مساء الخير أعزائي المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم اللي كان أول البارح ونصر أكتوبر له ذكريات وانتصارات ما جاش بالصدفة جي بالاجتهاد جي بالمسابرة جي بتطوير ذاتنا بتطوير جيشنا انتصارنا وان شاء الله انتصاراتنا دايما بجيشنا العظيم وقياداتنا الحكيم أنا جاي أعيد عليكم وبرضو بناخد حاجة جميلة جدا من نصر أكتوبر التطوير والاجتهاد مش هتكلم كتير عشان الحلقة دسمة معانا النهاردة ومعاكم مشرفني الفرعون العنيد المهندس جهاد زكريا وهيكلمنا عن ازاي طور نفسه وصل اللي هو فيه دلوقتي وازاي حول الانكسار لانتصار ودوة اللي احنا عملناه في اكتوبر طور نفسه ازاي هنعرفه ازاي نجح ازاي ما جالوش احباط ازاي موقعش ازاي ازاي حاجات كتير قوي بسرعة هبقى معاكم مع ضفنا الفرعون العنيد مهندس جهاد زكريا مساء الخير مساء الخير وربير ازايك انا بتشرف انا وفريق البرنامج ان حضرتك معنا النهاردة و مش هتكلم كتير احنا عايزين نسمعك وجمهوري عايزين يسمعك من اول ما عملنا البرومو بتاع الحلقة من اسبوع رجل الصناعة جهاد زكريا المهندس المبتكر اللي يعتبر مش يعتبر ده حقيقة اول من صنع مكينة وصدرها لألمانيا بلد المكينات انا بجيب من الاخر بس هنسمع من الاول بس بعرف جمهوري مين هو جهاد زكريا مساء الخير منورني تاني ايب يا زنور والميكروفون معاك مين هو جهاد زكريا اولا انا بشكرك رجير على المقدمة اللي انت قلتها وكلمة الفرعون العنيد انت الكلمتين دول الفرعون والعنيد انت لخصت حياتي في كلمتين اتنين ودي برضو من الحاجات اللي مخلياني يعني استغربت انت ازاي انت مجرد انت كلمت معايا شوية لخصت حياتي في الكلمتين دول انا فرعون اه انا فرعون عنيد اه عنيد بس انا عنيد ليه وعنيد في ايه اول حاجة انا عندي هدف وعلشان عندي هدف هنتصر فلا انتصار بدون هدف ده اول لا انتصار بدون هدف طبعا كمان انا هدف اتحرر عشان اتحرر يبقى لازم انتصر انا هدفي انجح يبقى يبقى اذاكر عشان انجح لازم تعمل نوع من انواع الاعداد بكل اتجاهاتك و بكل قواك و بكل ملكاتك عشان تحقق الهدف بس كلمة هدف جي لها معاني كتير اهمهم انت تحط جنب كلمة هدف سمو الهدف انا عندي هدف بس الهدف ده سامي سامي بقى يعني هدفي ده هيكون لي فايدة على مجتمعي كبير اللي هي بلدي مصر اللي انا بحبها جدا على على بيئتي محافظتي على الحارة اللي ساكن فيها على اولادي محافظة دميات محافظة انا دمياتي ايوه احنا احنا ده نتكلم فيه بس هستأزنك نخطف تلت دقايق كده بسرعة نرجع فلاشباك وراء جهات زكريهوه صغير ايه 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 ووصل لإيه اه من اول العجل يعني احكي لي من الاول وابتدائي وعدادي معلش احنا عشان منعرب في الجمهورنا يعني الطفولة بوس يا فندم انا الطفولة بتاعتي اتلخص في كلمتين هي ماذا لو ماذا لو لو اي حد كان يشتكي مني وانا صغير انه دايما مفيش حاجة هو ليه بخار طالع من الكوباية بتاعت اليانسون دي عشان فيه يانسون سخن وانا عايزة اشرب لا مش عشان كده خلاص علشان في بخر طبيعي بيحصل للمية في كل درجات حرارتها تمام يعني المية مش شرطة في بخر عندي درجة حرارة غليانها مثلا لا المية بتتبخر في اي وقت والدليل انت لا حدتش اطمئ على الارض بعد شوية ما بتلاقيهمش فاذا المية في بخر في اي وقت الله يعني ايه في بخر في اي وقت ده موضوع فتكتشف منه ما معنى كلمات غليان المية مثلا يعني مثلا اسألك سهل المية بتغل عندي ده كم درجة مية طبعا انا هرد رد بعلش يعني اسمح لي بيه غلط اجابة خاطئة اكيد ليك رد واجابة اسمع بص اتعلم انا جاي اتعلم النهاردة لا هو دايما فيه معلومات درجة عندي الناس كلها بس للأسف بتبقى منقوصة تمام والمعلومة المنقوصة ما تبنيش تمام المعلومة ما تكمل بتكون نواة او بزرة لاختراع فمثلا لو جينا قلنا المية بتغلي عندي 100 درجة وسكتنا ده خلط لاحنا نقول المية بتغلي عندي 100 درجة مقوية عندي واحد ضغط جوي او عندي مستوى سطح البحر على بعضها كده ما ينفعش نقول المية بتغلي عندي 100 درجة وبس لان لو انا قللت الضغط المية هتغلي عندي 70 ولو قللت اكتر هتغلي عندي 40 ولو قللت اكتر هتغلي عندي 26 وكلمة ماذا لو بتاعتي اللي انا سألتها الابوية الله يرحمه مهندس زكريا وانت طفل وانا طفل ايوة كانت هي سبب الابتكار او اللي قدر قولي اختراع اللي انا كنت اول مصري يعمل الصناعة دي في مصر في الشرق الاوسط وانا افتخر وانا افتخر الحمد لله رب العالمين ده توفيق انتهينا النهاردة عشان الابتكار اللي انت اخترعته من 15 سنة لا من اكتر من 15 سنة من سنة من سنة 99 وانا بدأت في ده لا 99 بس انا قصدي خدت سي اي خدت سي اي ماركي سنة 2007 من 13 سنة واتصدر لالمانيا صدرت الدول اوروبا كلها اتفضل تمام اه فوصلنا بالمعلومة دي قدرت اوصل لحاجة اسمها الفاكيوم دراينج لا انا على اول عايزة احنا عايزين نحكي في الطفولة رئيس انا اطفالتك انا عجباني يعني بس ارجوك قلها لي وعدين هنحكي حاضر اولا انا كنت مضطرب المتفوقين في ابتدائي وفي اعدادي ده اكيد والوالد توفي وانا في تاني اعدادي ودي كانت بالنسبة لي ازمة كبيرة عشان انا كنت كبير انا اكبر واحد في اخواتي تمام واحنا طلت اولاد ووالدتي واصبحت انا شائل المسئولية من وانا في تاني اعدادي فكنت لازم اشتغل واتعلم وكنت باشتغل بس كنت بتشتغل لأ الشغل اللي بانشتغلت نجار اشتغلت في مطعم اشتغلت في تلاجات اسكريم اشتغلت اشيل رمل وطلعوا بيوت عشان الشغل مش عير لأ الشغل ما كانش بص اكتر حاجة تقليل انسان ان انت تبقى مجبر على شيء بتعمله بلا هدف انا اشيل الرمل على كدفي ابوص الرمل ايه الرمل ومنين الرمل وبتعامل به ايه اخد الرمل ده اسكوب عليه ابتدي ايه اذاكر الرمل اشتغل في الخشب اذاكر الخشب وده شجرة وجات منين وفيه مية وفيه ايه حب اللي بتعمله حب اللي بتعمله حب اللي بتعمله وحاول تدخل في تفاصيله هتعشقه ولو عشقته هيبقى هو زي زي ما بيقولوا ايه العجينة في ايدك تشاهل تشكله بل هتفاجئ ان هو بيرد عليك ويكلمك ويقول لك خلي بالك انا فيه هنا الجزء ده بصله هتطلع ميني حاجة محدش عملها غيرك حبيت شغلك جدا اي شغل اشتغل بيزن حبه حتى وانت كنت بتشتغل وانت صغير عشان تجمع فلوس عشان لا لا انا عمره كان هدف الفلوس انا كنت بشتغل عشان ابقى شاطر في الشغل والفلوس بتيجي بالتبعية بشتغل عشان كنت شاطر في الشغل والفلوس بتيجي بالتبعية بالتبعية اه لا لا بص ماينفعش المال يبقى هدف ده ده اسلوب حياتك اه طبعا في حيات كلها ماينفعش المال يبقى هدف خالص المال تابع المال تابع المال تابع المال هو ناتج ناتج من نجاح المال هو ناتج من ابتكار المال ناتج هو من زرعة انت زرعتك المال ماينفعش يكون هدف ماينفعش لان احنا ما خلقنا ما تخلقش معنا المال. المال ده ابتكار بشري. عملناه عشان سهل التعامل مع بعض. لكن انا عندي ارض بزرعها دي الطبيعة عشان اكل عشان اعيش. فلوانا ما زرعتش ما عشتش. تكاتل بزرع عندي. بعد ما زرعتها. غير ما بزرعهاش. فمحتاج اشتريها. فعملنا نوع من انواع اللي نسميناه بقى البنك النوت. الاوراق الدنانير الدراهم الدهب. ايا اي سقوك من ايا ما كانت برونز. من ايا ما كانت ومعك السره من الدنانير. ايا ايا ايا. ده كان عشان نسهل المواضيع. فالمال مش هدف. اه كملت علامك. كملت تعليمي ودخلت سنوية عسكرية طبعا. انا سنوية عسكرية. طبعا. فاكر بقى. عريش سنوية عسكرية. ونبس بيادة وبندية بورس. واتعلمنا النظام فيها يعني. كنا بنعشق التعليم. بنعشق التعليم. اه. انت كل حاجة بتعشقها. ليه بقى? اه. ليه بقى? لما انت تدخل الفصل تاعك ويقول لك ده فيزيا ياه. تبقى تفكر في الفيزيا كده. العجلة هي ماشية ومعامل الاحتكاك ومعامل الانزلاق ومعدل الانحراف. انت انت بتعيش كده. ما هو ايه ده? خده لك فيه شباب كتير بيسمعك دلوقتي يقولك يا عم الراجل ده بقول ايه ده الفيزيا ده باي خاوي. ولا الميكانيكا والبيناميكا. علم الفيزيا اسمع علم الطبيعة. ايوة. اذا انت ما فهمتش طبيعتك وطبيعة خلقك. اعام. ما تعيش? اما البلي جيمز والحاجات اللي الشباب عايشينيه النهاردة ده الوهم بعينه. ده الوهم. اه طبعا. انا النهاردة ما ادخل معاركة حرب بين اه 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 ناس جايين يسرقوني البيتي و اه اه و انا بدفع عن بيتي. هل ده دفاع حقيقي? هنقولك انا انتصر. هو دفاع حقيقي? لا. بس اذا. خيالي. اذا وهم. فاحنا يعني اقول ايه? يعني انا بقول لي ولادي يا اه ماشي. ده شيء جميل ان احنا بنستمتع ببعض الوقت. بس نبقاش كل الوقت. وبتهالي جيمز اخترعوا اليابانيين. اه من فترة عشان يسهلوا الحياة بالنسبة لهم. لان هما كل حياتهم شغل. اللي بان دي قصة طويلة طبعا معي. انا رحت اللي بان واعت فيها فترة. اه. كنت بمثل مصر في مؤتمر اه في اليابان. سنة الفين وعشرة. تمام ده قصة اللي انا عارس تتكلم عليها ممكن نحكي عليها كتير. لا ده احنا زيني كلمة حاجات كتير. يعني انت البداية بوزتها لي. انا عايزك تحكي. انا عايزك انا حتة العجلة عجباني قوي. حاضر. انا ارجوك. انا بعد ما اه اه بس حتة عايز ان نوعها انا بس. اتفضل اتفضل اتفضل. رسالة لكل اب برضو بعد اذنك. اتشرف. انا عايزك النهاردة يوم الرسائل. بص. احنا النهاردة انا والدي الله يرحمه عن رغم ان انا فترة دراكي ليه كانت فترة صغيرة. بس كان بيربينا بطريقة النهاردة معلش اليابان روسيا الدنمارك سويد بشتغلوا بيها في التعليم. فكنا ندرس جهاز الدوري القلب فاكر. اه اه. جهاز الهضمي. ايه. انا فجئت بابا داخل عندي في يوم بالبيت وجاب قلب خفت منه. لطوله ده قلبي ايه? مجسم? قلبي حقيقي. قلبي حقيقي. اه. فانا لطوله ده قلبي بين قدم وخفت. قال لي لا ده قلب انا شريمي عندك جزار. بابا كان بيشتغل بيه. بابا كان مهند زراعية. اه. تمام. جابي القلب وجاب مشرة طبيب. وقعد شرح لي القلب. قال لي ده البوتين وده الازين وده اللي مش عارف ايه. بابا رباني على ده. ده خلاص انا امسك قلب قدر اقول لك ده ايه? وفصصه لك مع ان انا مش طبيب. ايه فلازم الابهات والاولياء الامور كله ان يستفيد بعلمه وينقله لابنائه بالطريقة دي. طريقة التعلم بالهندسة العكسية اللي بيقولوا عليها. انا شفت القلب اشرحولي بعد كده خلاص. لكن تلقني وتعد تقولي القلب عبارة عن البوتين وعبارة. لا خلاص ده كلام. لان مش كل الكلام هيثبت في عقلي. ايه. لكن كل ما لمسته بايدي ولقيته بعنايه وشفته ده خلاص. دخل في دماغك. بابا كان يجيب الارنب يشرحولي يقول ده جهاز الهضم وده القلب وده خلاص تحط في دماغك. فياريت يقول لأب وكل مدرس وكل مدرسة وكل وزاري مسؤول عن التعليم تعلم الجيل ده بالهندسة العكسية. هات الشيء وطبقه وبعد كده قوله النظرية. لكن ما تقولوش النظرية وهو لا يدلك الشيء اساسي. يبقى احنا بندي رسالة لاخواتنا المدرسين بندي رسالة للوزارة وعلى دماغنا من فوق. معلش. نهتم شوية بالعملي. العملي معمل او نموذج يتشرح عليه قبل ما نقعد ندش ونحفظ عشان نطلع جيل مبتكر. جيل بيتور من نفسه. جيل يقدر على صعاب السنين اللي جاي. اه انا بشكرك. بشكرك. اه العجلة. العجلة. اه لا هو موضوع العجلة هو انا طبعا بعد ما اتخركت وخلصت اه معهد الكترونيات واتحكم. تماما. فكنت لازم اشتغل. اي. فبدأت اشتغل في السنطر الاجهزة الكترونية. حلوة. تلفزيون راديو اه 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 اتاري وقتها كان اسمه اتاري. اه. الحجاري انا عاد. اه. تمام. فبدأت اشتغل فيه. اه. فبدأت كان في الوقت ده في التسعينيات اولها نهضت صناعة الموبيلية في مصر. اه في دوميات. اه في دوميات. اه. وكانت دوميات كلها تحولت من مدينة اللي سمها الرئيس الاسبق حسن مبارك. يابان مصر. اي. وده حقيقة هيكات يابان مصر. اي. ازاي منتج دوميات يطلع للعالمية. انتو عندكم في دوميات اللي انا عارب في لغاية فترة قريبة. مفيش بطالة. زيروا بطالة في جميع المحافظات. طبعا. اه. تمام. فبدأنا نشتغل في المجال ده. فبدأت الميكانة الحديثة تدخل. الورشة. اي. اللي هي كبرت وبقت مصنع. تمام. بس في الواقع وكان ورشة كبيرة. تمام. خلاص. دوميات ناس حرفيين. مش اغلبهم مكاملين تعليم. هو اه متعلم قد يكون. بس هو ماهر في الحرفة. هو جوبل عليه. هو 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 تولد لقى نفسه على البنك ولقى نفسه على في الورشة. بحكم ورست الشهر. حكم البيئة ورست الشهر. تمام. البيت فوق والورشة تحت. تمام. تمام. فبدأت ناس تقولك اه عندنا عطلة في المكناتها مش فاهمين فيها حاجة تا في واحد بتاع كارتات ويصلح حاجات ما تيجي تبص على الالة دي. فانت تروح بالأفو ميتر. اروح بالأفو بالأجهزة اللي عندي تاك يا صلح المكناة بدأ اسمي سمع. جهات زكريه. جهات زكريه. فكان عندي عجلة. مم. شنطيتي على كتفي فيها المفك فيها البنسة فيها القافو. وارروح صلح لده المكناة صلح لده لحد ما اسمي ايه? سمع. تمام. ده فيه ولد كويس اوي اسمه كذا بيلف بالعجلة بتاعته. فبدأت اخش الصناعة دي لقيتها صناعة جميلة جدا. تمام. من العلمك صناعة من الصناعات اللي متخلاتها كتير. دهنات. اخشاب. اكسسوار مسامير. فيها متخلات كتير اوي. ففي يوم انا قاعد في المصنع احد المصنع الكبيرة. صاحبه من اصحاب الفضل علينا يعني. فلقيت لقيت عامل قاعد مسي الخشبة رابطها في شونيور. ورابط براية وعمال يبري في الخشبة زي الالم. اه. انت بتعمل كده ليابني والخشبة بتتكسر وممكن تتعوره. ايه. وفيها مخاطر. قال لاصل المكنة اللي بتعمل الكويلة دي غالية اوي وما حدش بيجبها. اه. جات في دماغي. انا كنت الاول ما جابري الالم. مازال او بقى. مازال او. مازال او. تمسك البرية. انا كنت تمسك الالم الناس تلف. اه. طب قلتم انا سبت الالم ولف البرية. دي مازال او انا صغير في البرية. اه. طب اطبقتها. اما السرعة معينة. ودخل ايه الخشبة. دي كانت اول تجربة ليا في التصنيع. ونجحت. وفاكبت العاجلة وجنزية وبتاعه لميت قرش من هنا على ايش وعملت مكنة. ونجحت. قبل ما نكمل معانا تليفون. الو? استاذ محمود. الو? الو? ايوة? الو? ايوة فندم مساء خير. اهلا سهلا اهلا سهلا سيد محمود. اهل الحقيقة انا يعني اه مبسوط جدا ان انا داخل مع صاحب وصديقي اه مهانس جهاد. اه يعني الحقيقة هو فعلا المساء الواحد بيتعلم منه كل يوم اه حاجة جديدة. اه شخصية من الشخصيات النابلة الواحد ممكن يقبلها في حياته هو في في صلاته وفي اناد وفي اسراره على النجاح كمان. دي نقطة مهمة جدا. لازم اه من اول ما هو بيحكي دلوقتي كده من اول العجلة. لحد اه انشاء التصدير لاوروبا كلها لكل اسواق اوروبا. وحتى انكسار بعد كده بقى نتيجة الزروف الابتصادية اللي مصر كلها مرت بيها بعد الثورة. قدر يقوم تاني. وان شاء الله احنا في وعد اه منفاجأة يعني بقى اسمحلي يا جهد ما انا اقولها ان احنا ان شاء الله هنطلع تاني باول اه مجسس مصري تاني باكس بو ان شاء الله المصر في دبي ان شاء الله السنة الجاية اذن الله يمثل مصر بامر الله ان شاء الله السنة اللي جاية. ده خبر حلو خبر جميل وشكرا يا مستر محمود. ومشاكرين جدا يا محمود. وانا انا نفسي بتعلم انك حاجات كتير كل يوم والله. بجد انت يعني من ناس. الانجازات هو مش يعني خجول جدا. انا عارف اه جهد ما براشي الكلام عن نفسه. بس انا حبيت ان انا اوضح الان. لا ما انا بمناسبة انه خجول ومجال احنا محتاج مصر كلها محتاجه. المجال الصناعة. وصناعة اه جديدة. وفي نفس الوقت اه اه لها اسواء على مستوى العالم. وحنقدر باسم الله ان شاء الله ان احنا بامثال بجهاده وامثاله ان احنا ان شاء الله نفسه للعالم ونطلع صلاحة محتاجة. شكرا لحضرتك مستر محمود. شكرا محمود. ودوت برضو مثال يحتزى به. واحنا يعني اتشرفنا ان معنا مستر جهاد النهاردة البش مهندس جهاد. ان احنا نعلم ولادنا. نعلم اي حد اللي هو حاس ان فيه ظروف. واحبط. لا. ما فيش احباط. ما فيش مستحيل. فيه مستحيل? ما فيش مستحيل لان الحياة محسوبة لها بداية ولها نهاية. طيب. اه طيب. الحياة. اه. لها بداية ولها نهاية. طيب احنا هنكمل الحياة ازاي? بس بعد فاصل صغير. تحت امر فضل. هنطلع فاصل بعد اذنكو. ونكمل مع الفرعون العنيد. شكرا. مساء الخير تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل. وعشان معانا نجم كبير. عملنا فاصل كبير شوية. اه. بسرعة عشان النص الحلقة عدة. فنكمل كلامنا ونحكي في المضمون. المجفف. احكي لي عنه. المكنة اللي احنا وديناها المانية. اه. طبعا انا بدأت صناعة المكان التكفيف ده. بعد ما شفتها في احد المصانع النوبيلية. اتقررت اصنع المكان الاولى. طبعا المكان ده كان يستورد من بره بارقام كبيرة جدا. فانا كان عندي شعور كده وطني انا لأطلع فلوسي بره وانا قدر اصنعها محلي. بدأت اكلم بعض الرجال اللي صناعة انا عايز اعمل تبوقفهم كله بيخاف من الرزق. بس انا كنت عارف ان يعني مفيش نجاح بدون رزق بدون مخاطرة. تمام? قررت كل فلوس اللي حوشتها وكل حاجة عندي. تمام طب معلش انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجة بمناسبة المجفف. انت كان فيه في مرة قلتلي ان المجفف انت عامله علشان الاخشاب. اه. ده مصبوط. وفجئنا في مرة واحنا بنشغل المجفف اه عملنا اه سبنا كيس برقوق طلع عراسيا. اه. احكيلي كده وعش لي الموضوع. بس انت في مجتمع مش بيفهق يعني مش بيعرف غير الخشب. فالتكفيف هي نظرية. فانا كان فيه كيس برقوق كده حطيته في المجفف وشغلته تمام التمام. فجئت ان انا طلعت عراسيا. الله ده النظريات سبتة والتطبيقات بتختلف. مم. وكان عنوان زي مازالو بقى فيه عنوان تاني اسمه النظريات سبتة والتطبيقات بتختلف. احنا عندنا صور هنعرضها وياريت كل صورة تشرح حالنا ايه هي الصورة دي. بدءا من المجفف. حكايتها. اه بس بس بسرعة عشان الوقت. يعني بجد يعني. حاضر. اتفضل بص عالصورة والدية. الصورة ديت وانا في المانيا سنة الفين وسبعة كان اه مطلوب ان انا عشان ادخل المانيا والمعارض التانية زي ما طلعت قبل كده ان لازم المعدة تبقى مصنعة تبقى الموصفات الاوروبية. السي اي مارك. تمام. وعشان اخذ مشاهدة الموصفات الاوروبية لازم يتم عمل الاختبارات. وبعد اه اختبارات السلامة والامان في المشينر دايريكتف. وفي اللوفولتوش دايريكتف. وفي الالكتروماجنيتك. وحضرتك تخطيتهم كلهم. تخطيتهم كلهم بس بموادية المكنة. الفين وستة جال ميجور. مم. بقى خطأ جسيم. ايه. بس خطأ واحد. وليه حقت اصلاحه. تمام. فا رحت الحمد لله اه عملت اللوحة في مصر وروح صلحت الخطأ للجسيم ده. ودي صورة اللي ايه وانا باشتغل في توف في زولسبقر في المانيا. تمام. وبعصلح العطل وبعمل اللوحة من الاول. اشتغلت حداد واشتغلت لحام. واشتغلت كنترول كهرباء واشتغلت مبرمج. لوحدك. لوحدي. اه. وخدت عليها السي. وخدت عليها السي اي. بعد ما اخدت السي اي. 2007 كنت فرحان جدا. اه. بس ما كانش حد مدرك معنا. اه. فرحتي. اه. فقررت ان انا افرح نفسي. تفرح نفسك. افرح نفسك. ازاي بسرعة. بسرعة. انا اخدت السي اي مارك وباص خلاص الحمد للأكسبتد. تمام. فطلبت ان انا اعمل احتفال لنفسي. اه. بالشهادات. اي. فقاليولي الشهادات اخدها بعد خمستاشر يوم. اه. اول يومين ليا في زولسبقر في توف. كنت بقى عايش لوحدي اكل لوحدي ده. تالت يوم ليا وانا بقى اعمل اختبارات. في 11 يوم كنت بتغدى مع مدير الهيئة دي وكان معجب جدا بيا لدرجة. اه. انه بتخلى عن مبادئه. وبدأ هو اللي يعزمني. اه. ورفعت اسم مصر. ورفعت اسم مصر. عاليا. الحمد لله. في المانيا. وكانت اول مكنة. اول. ايوة. اول. اه. 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 مصرية. تمام. تعتمد في السوق الاوروبية. اه. اه. احنا معانا المهندس المصمم المبتكر الفرعون العنيد هنا معانا. الصورة التانية. الصورة التانية دي دي وهو حطت اصعب اختبار الجهاز المحطوط ده بي اس حاجة اسمها الالكتروماجينيات الكونفينيس. الانبعثات اللي بتطلع من المعدة. وهل المعدة دي ثابتة يعني. اه. 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 لو انا مثلا في جنب محطة رادار. اه. او جنب منطقة حربية. تمام. هل الالة دي هتشتغل مزبوط. ولا هل الالة ديت هتخدعني وتتأثر بالجوة والمحيط. اه. تمام? والحمد لله ده من اصعب الاختبارات. بيشوف اللي بعدها. وما ينفعش يتعمل في مصر وكوننا عملناه في المانيا. طب الحمد لله. الحمد لله وباس. الحمد لله. اه. اه ده برضو نفس الكلام اللي بعدها. تمام اللي بعدها. دي صورة لية. ده انت بتشتغل بايدك. طبعا بص يا فهد دلوقتي. لحد دلوقتي. وانت لابس الكمامة يعني الكورونا موجودة وانت بتشتغل وبهدل ومطرب وكده. وطبعا دي كانت قبل الكورونا دي كانت علشان المجال اللي باشتغل فيه ده كان معدة قالت انتاج اسمدة. اه. اسمدة. طبعا انت عندك رجالتك يا اخي ما تشغلت مشوية. لا يا فهد في حضرتك لازم عشان تعرف تدير. ايوه. عشان تعرف تدير. ايوه. صناعة. لازم تعرف خباياها. الديني كمان. اه. وخبايا الصناعة. الله عليك. الله عليك. وخبايا الصناعة. اه. ان انت تلمسها بايدك. اه. ازا انت لما استها انت ادركتها. ولما تدركها تعرف تشغل هيبقى قائم عليها. ما يخدعكش. اه. ما يضحكش عليك. اه. طرف تسلم المعدة بتاعتك مظبوط. ايه. ما جيش لك لا ده مش نفعة. لا ده انا اعطي على جنب انا دخلت شغلت المكنة بتاعتي طلعت الانتاج. شابو. اللي بعدها. ده نائب مدير اه توف في المانيا خدني في زيارة وفسحني في سنبورج والداني. صورة اللي بعدها. اللي بعدها. ده احد خطوط انتاج المخصبات الزراعية. اه. والحمد لله ده اه الوحيد اللي عمله في مصر. وهو التبخير اندر فاكيوم. ازاي ابخر? اه. ازاي اركز المحليل بدون ما تتضرر في درجات الحرارة المرتفعة. الجاة الصورة اللي عليها. اكبر مصنع من مصانع الاسميدة المركبة. الصورة اللي في المانيا اللي عليها ميدن ايجبت اه نيو دوميات. الصورة الايوة. لا مش دي. مش دي. اه دي دي مجفف. ده مجفف في كبير. اه. كمان صدرت? انا صدرت تركيا دنمارك المانيا ايطاليا فرنسا اه المجر الهند واكستان اه الهند واكستان فرنسا صدرت كتير الحمد لله. اه صدرت اه اسبانيا صدرت زنبيا صدرت تنزانيا انت عارف ان انت بتتكلم كده ويعلم ربنا انا جسمي ماشعر لانك انت رفعت عالم مصر في كل الدول دي وده اللي انا كنت بقوله في مرة في حلقة من الحلقات اللي هو لازم نبقى صفرة في الخارج من الداخل انت سفير انت سفير في كل دول كل دولت مكنة الى مصرية راحت هناك في دول العالم جات من مصر يعني انت صدرت تركيا صدرت تركيا اكتر من سبع مكانات فيك اكتر من مكان في اكتر من اه انت فين يا اخي من زمان والله انا موجود واسمح لو لك يا اخي انا اتشرف انك انت اخويا انت فين من زمان انا معك او لا انا انت معاهم انا انا انت مع الناس اما هو ده النجم اللي احنا بندور عليه الراجل ده بقى له تلتاشر سنة بيصدر وبيختارع ومش معروف وشكرا ونقدر نختارع تاني ولا ولا اه الاختراع هو جزء مني ومش مهم عندي ان انا اخد باتنت واخد شهادة ان انا راجل مختارع الماكنا هي بتاعتك اهي اه طبعا الحمد لله ده كان اللوجو بتاع الشركة والعنوان والتليفون صورة نيو دوميات في دومياتي جديدة مصر طب اقول لك حاجة مهمة جدا انا جات لمكالمة من رقم دولي غريب جدا ايوة المعدة اللي انشوف تاعها الكونتينر على ده اه واحد بطلبني مصري بصوا بصوا مقربوا للزوم بص عليها ازاي اه شايفة طبعا يعني تحيا مصر تحيا مصر تاني بجيشها وبشعبها الطموح اللي بيأبى الانكسار يأبى الانكسار احنا طول عمرنا منتصرين برجالتنا واول حالة كنت بقول مصر ولادة مصر ولادة بنسها ولازم يكون عندنا هدف لازم يكون عندنا هدف عشان ننتصر لا انتصار بلا هدف لا انتصار بلا هدف انت كلامك كله عنوين يعني انا لما اجي اعمل فطفاضة مع روبير وابحث انت كلامك اخد حتة مش لا انا كله عنوين انا لا لا ايه اقولها تاني لا انتصار بلا هدف لا انتصار بلا هدف مقداش هنتصر غير لما يكون لي هدف اه اذا هو انا انا بنتصر على ايه ويكون هدف نبيل سامي سامي الله بص روبير اه اه احب اللي بتعمله اوي وعشاؤه بص اوعى تتخيل ان مفيش لغة حوار بينك وبين الجماد ده لو انت حاج بيده اوعى تتخيل ان مفيش لغة حوار بينك وبين الالة اللي انت بتصنعها الالة بتكلمني وبكلمها بتشكيلي وبقول لها خليكي معايا تقول لي انا معاك طول ما انت محافظ عليها الالة جماعة ولله المسأة الاعلى هي ربنا خلقك وعارف كتالوجك وبيديك سياسة تمشي عليها في عباداتك كذلك انت كمصنع اهل والله المسأة الاعلى انت اللي مش هنور خلقتها ابتكرتها ابتكرتها فانت قدر واحد وحس بيها عشان كده توصيات المصنع هي دستور لاستمرار وجودها في الحياة توصيات المصنع دستور لاستمرارها في الحياة لاستمرار وربنا خلق لك مخ وخلق لنا مخ عشان تشغلوا اقول ماذا لو ماذا لو ماذا لو حطي المبدأ دا قدامك كل حاجة طيب احنا النهاردة لو عايزين نكلم زملائك المصنعين المهندسين تقول لهم ايه انا مش هكلم زملائي للمهندسين المصنعين لانهم ناس كويسة كلها على جميعنا مش هنقول لهم بس ينقصنا حاجة مهمة ايه هي الكوردينيتور بمعنى بمعنى اهم من المصنع يعنيşallah اه كوردينيتور ده شركة يوت انا ر хочет اتدربته فيها الحمد Volkswagen اة من غير اه هي شركة اه اه سيارات تمام خلاص انا رحت اتدربته فيها الشركة دي ما متصنعش حاجة اه الشركة دي كوردينيتور بتجيب دى من هنا وبتجيب ادى من هنا وتجيب دى من هنا تجمعهم تطلع عربية باسمه اه كذلك انا انا مش هارجل متاع ميكانيك я recording لحام. انت الالكترونيات. انا مش عارف ايه اللي جاب الالكترونيات للمكان يا عام انت. هتجننني. انا اكتشفت ان بفترتي ربنا خلقني ان انا عندي. اه. ملكات عشان عندي معلومات كتير افعلون كتير. اقدر جيب الكيميائي. وقدر جيب الفيزيائي. وقدر جيب اللحام. اجمع دول مع بعض. اه. اطلع منهم حاجة كويسة. وده اللي انقصنا هنا. اللي انقصنا هنا ان انت بتصنع دي عايز تعملها كلها الواحدة ما ينفعش. اه. كان وانت بتقول لي اه من سر نجاحك ان كنت بتحوش الفلوس ومحتاجها. كنت بتنزل مصر من ضمياط تشتري كتب. طبعا الكلام ده في التسعينات. انا فلوسي كلها كانت حتى ماما تقول لي يا ابني حوش حاجة لابن زي اي امه. انا فلوسي كلها. في الكتب. على اكثر من عشرة سنوات كتب وانزل اروح المكتبات. كان ايه هدفك يا اخي? العلم. العلم. انا انا لازم اشوف نفسي صح. انا لسه مش ما اكتملتش بالخبرة. الخبرة محتاجها. يا اما تعامل اه ان انا اتعامل معها فيس تو فيس. يا اما اخدها كبيزك كعلوم. فانت اخد البيزك وحاول تطبقه. او لو لو ايه التطبيق دور على البيزك بتاعه عشان تكمله. ما ينفعش. لازم لازم تتعلم. لازم تعرف انت فاني مرحلة. ما تستعجلش. انا كنت فترة من الفترات انا عارف ان ينقصني خبرة. ينقصني احتكاك اه عملي. ينقصني اه بعض العلوم. لا اعرف انت فين. حضرتك وانت صاحب مصنع كبير. وبتصنع عقلات. بالنسبة للتطوير. كان الدكتور هاني فكري في الحلقة اللي فاتت. كان قال اللي ما يطورش من نفسه هيداس. ايه معنى التطوير في حياتك? هل له دور? التطوير لازم يكون كل يوم. بمعنى. انا النهاردة بصنع الكوباية دي. تمام. وجميل لو باعت سكوايس اوي. لو فضلت صنعها على طول من غير ما طورها كل يوم. انا هاجي وقت معين حد يطلع بطفرة تانية انا مش موجود. اذا لازم اطور. يعني نصيحة لكل مصنع اعمل مخصص للتطوير. والمخصص ده هو اساس استمرارك. بدون مخصص التطوير انت مش هتتطور. يعني لو بيكسب مية يعمل مخصص واحد او دين. لا يقلع عشرين في المية. عشرين في المية للتطوير? اه. اه. ودول اللي هيخليه استمر. انت عايز تستمر? واللي عاوش تخطف وتجري. لا اكيد عايزي استمر. يبقى لازم تعمل مخصص. بس ده عشرين في المية ده هيقولك لتير جدا. لا لا انت بتطبق ده عندك? اه طبعا. طبعا. انا بيشتكوا مني في الشركة. اه. ان فيه ارقام باخدها. واعمل حاجة تفشل. اه. بس الفشل ده خطوة للنجاح. وبمناسبة الفشل. انت فشلت مرتين بسرعة لهم. لا انا ما فشلتش. ما فشلتش? لا ما فشلتش. بس كان ممكن الناس اسأله انك انت وقعت يعني فشلت. لا اللي هو الفشل هو ان انا موت. انك انت موت. ان انا موت. اه. لكن. بس انت بعد ما كبرت وعملت حاجات كبيرة جدا. اه. واقعت. لا يا فندم. ووقوع المادي ليس. اه. ووقوع المادي ليس فشل. ليس له علاقة بالفشل. انت نجحت فنيا. انت حققت نجاح. موجود عيني على الارض. فانت موجود. هو موجود. قل لي عشان انا اتعلم منك. اتفضل. انا كروبير انا محتاج انا اتعلم منك. بسرعة. احنا طلعنا فين? وسنة كام? وقعت ايه? وعملت ايه? انا سنة تسعة وتسعين عملت اول مكنة بفلوسي وخسرت كل قدامه الرأي واتدينت. حل. تمام? حل. وتاني مكنة ما جبتش تكاليفها. طب ليه عملت تاني مكنة مع انك التكسير? لان انا متأكد ان هنجح ودي حاجة البلد محتاجها. البلد محتاجها. اه. وتالت مكنة. تالت مكنة انا كسبت فيها اشياء ظاهرين. حل. بعد كده دخلت معارض دولية. في مصر. واصحاب بعد اهل الصناعة المحترمين. دعموني ودخلون المعارض غير ما يدفعوني ولا مليم. قالوا انت لازم تكون موجود. شكرا. شكرا. ايوة. نعم. وكملت. ومن المعارض ده اتعرفت. والمعارض ده باعت كتير. اه. والمعارض ده عملت فلوس. وبعد ما عملت فلوس بقى عندي معدات. بعد ما بقى عندي معدات معدة لها اسم. بدأت افكر فيها صدرها. ما جيت اصدرها قالك لازم تبقى مطابقة المصفوات الاوروبية. قررت ان انا حقق المصفوات الاوروبية. طلعت 2006 وحققت المصفوات الاوروبية 2007. والحمد الله ده اكتر حاجة ساعدتني. وبعدها في دول الاتماشي جات الازمة العالمية 2009. تعثرت في التصدير شوية لان انا كان كل شغل وتصدير. بدأت اشتغل محلي. مع احترام الاستقافة المحلية. مع استقافة الشعب بتاعنا احنا ما ننصقش في منتجنا. وده عندنا. احنا شايفين ان اوروبا نجحة. اذا منتجها ناجح. اما مصر الدولة نمية. فازا منتجها لأ. قدة الخواجب. مع انك انت المانيا قلت لك ايه? تعالى وكرمتك هناك. وعملو لك احتفال واخد السي اي. وده المانيا. حصل. لقوا جيت تكلم الناس عنها في مصر وقول لك ايه سي اي ولا ايزو ولا بايزو. اه. معلش. بس انت امتي تاني. امتي تاني. اه امتي تاني. جينا واقعنا بعد الثورة. اه. جامل جدا. تمام. وخلص. بس انا مستمر. امم. لان منتجي موجود. تمام. وسمعتي كويسة. تمام. فضلت ماشي والراحة. بص ما كانش عندي مشكلة ان انا اركب عربية واشتغل زي اوبر واجب اه دخل. قلنا مش عايزين اعلانات. اه اشتغل اي حاجة. تمام. 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 وامشي. اه. تمام? اه. اه. وقوم تاني. اه. وقوم تاني. اه. لحد ما جات الفرصة. ان بدأت صناعة الاسمالة تتطور في مصر. ومحتاج الماكنة. اه. كنت انا عملت اسم. كويس جدا. بدأت اشتغل. والحياة مش جيت. واستمرت. وهنرجع اوروبا تاني. وان شاء الله. ان شاء الله. نحقق نجحات اكتر من اللي فاتت. بص. كل خطة خدها في ظهرك. عشان تخليه تاخد خطه لقدام. كل خطة خدها في ظهرك. عشان تخليه تديك دفع. الخطة في ظهرك تزوك لقدام. الله. او عتتخيل ان التعصر او او عتتخيل ان انت وقعت ماديا ان انت انتهيت. ام. انت لان تنتهي. فت. الا ازا ما كانش لك وجود. ووجودك هو الحاجة اللي انت طلعتها. زرعتك او صناعتك. تدي نصيحة ايه للناس اللي سمعيني عن مصانع سواء في اكتوبر او العاشر او المصانع البغلقة. تديهم ايه? ادوني المصانع دي وانا شغلها. ازاي يا عم? اتشغلت اتاها سحر. بص اه بص. روبير يا فن. بص يا روبير. ايه. احنا اه 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 لو المال. اه. في مصر. ايه. تغيرت صورته المال النهاردة عندنا بنتعامل معنا انه سلعة. تمام. انا جاي لك انت بنك. اديني مليون بتاخده مني مليون امتين. زي انت بيعتيلي المال. تمام. لا المال مفاشر بقى سلعة. المال مفاشر بقى سلعة. اديلي مال. بس يساعدني في ادارته. لان مش كله مصنع. يعرف في دير. يعرف في دير مال. طبعا. ومش كل من يدير المال يعرف يصنع. ادي الاشر. ايه. 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 يا بنك. يلي معاك فلوس. بدل ما تديني فلوس. وتخدني مني فلوس تانية. لا اديني فلوس واعد اه اه يعني خليت قائم عليها. وهاتلي واحد من عندك بيفهم في دارة المال يسيطر على دارة المال. وخلي القروب بتاعتك في فترات صغيرة. يعني انا هزر على الارض النهاردة ومحتاج مبلغ. الزرعة دي تلات شهور. بعد تلات شهور انا بيعرجع لك فلوسك واخد حاجتك وانهي الموضوع وكرره. لكن ما تبنيش فلوس وتروس اديلي بعد الخمس سنين. انت بتديني الفرصة ان انا اطمع واعمل طموحات غير محسوبة توقعني. القرض القصير الاجل ده هو النجاح. البنك لازم يكون حارس على فلوسه. مش تبديها لي كسلعة. ديرها لي. ساعدني في ادارتها. واسهل طريقة اديها لي فترة صغيرة. لو فيه رسالة يستوديها تبديها لوزير الصناعة. اه وزيرة التجارة والصناعة تحب تقول الله ايه تساعدنا في. دوري على الكوردينيتور. دوري على علم الربط بين العلوم. انا بصنع. المنتج. المنتج ده فيه كيميا وفيه حديد وفيه كزا. دوري على العلم ده. ويوجديه في البنوك. او جديه في الهيئات اللي بتقيم على الصناعة. ازاي توفق دول مع بعض عشان تطلع على المنتج. الحديد لوحده مش منتج. اما العربية منتج. حديد وصاج والمونيوم وديزيل وكهربا. دول مواضيع كلها متجمع على بعضها بتطلع حاجة. ده هو ده هو ده النجاح. هو ده التطور. مركبة الفوضاء اللي بتطلع حدات فيها. كهربائي فيها. كنترول الالكترونيات. اتصالات. كل دول متجمعين عملوا. باش مهندس جهاد زكريا. فضل. اه اسمك جهاد. اه. وانا شايف حياتك فيها جهاد. اه. وبمناسبة انتصارات اكتوبر انت بالنسبالي اه رمز. انتصار. بالنسبة للعلم. انتصار للارادة. انتصار للطموح. انتصار للتطوير. انا بشكرك. حلقة قايمة جدا. وان شاء الله بدون مؤطعة. يبقى فيه اه. حلقات تاني مع حضرتك. عشان نستفاد. انا استفاد. واه. اهلنا يستفادوا. انا ساعدت بالخاك اولا. واشكرك على اللقاء ده. اللي هو غير متحضر لي. لان انا قابلتك صدفة. وانت اتكلمت معايا صدفة. ده اللي حصل. وانا انا باستغرب يعني. ده اللي حصل. يعني ده 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 من حظي ان اه ان حضرتك اه بالنسبة لي كنبلة طموح. وكمبلة طاقة ايجابية. انا باخدها منك. كل ما بقعد معاك. انا باخد طاقة ايجابية. انا بشكر حضرتك جدا. وآآ بكلم آآ سادة المشاهدين. انا بشكركم. احنا النهاردة آآ نهاية الموسم الاول. بتاع فضفضة مع ربير. آآ ان شاء الله انتظرونا من اول تسعة وعشرين اكتوبر. آآ موسم جديد. موسم جديد في كل حاجة. فضفضة جديدة. وهنبدأها مع الفرعون العنيد. اوكي. آآ الساعة عشرة. اللي بنشكر آآ ادارة القناة. بنشكر آآ كل المنظمين على الحلقة. انه خلوها الساعة عشرة. علشان اللي عايز ينام ينام بدري ودخلين على الشتاة. احنا معاكو آآ ان شاء الله فترة كبيرة. وآآ هيبقى معانا نجوم. كان معانا في الموسم الاولاني دكتورة باكينام الشنواني. آآ واستاذ آآ رضا عروج. والدكتور العلامة الميسرو هاني فكري. وآآ كانت ختمها مسك معانا المهندس جهاد زكريا. آآ بنشكره على الطاقة الايجابية. وبقول لولادي والاخواتي ولكل الناس آآ ما تقفش على حاجة. اوعى تشعر بفشل. اوعى تشعر بانكسار طول ما فيك نفس. انت موجود. شكرا وتصبح على خير.